اشتركوا في القناة مدى الدهر مصحفه أبى الله أن ينساه يوم تجمعاته عليه عدى تقوى عليها ويضعفه وتطالعه في حرومات الحرب نسوته له ارتكى ضايت أحشاؤها وهي وقفه فموذ أو جسات منه انكسارا تقوقع مفاصلها من عظم ما تتخوف وعن لها ذكر المدينة فانثانات تلح عليه بالرجوع وتلحفه زيانا قبل فتيام حسين لكن قابع بالهام يا أخو يا حسين حاشيني على من هالجم عملته تتعنت تعنت لي اهل الخامة وتفسر الصخار وانتها قامت قعدت قبالها وعلى الخدين دمعتها تقل عليك ظل عمك المهضومة وظلمتك لا تخفي سالف لي يا نور العين لا تخفي يا أخو يا حسين على من هالجميع صابين وشوف بكثر عج الخيل وادي كربل أظلم أولي من سماء حسين سالت دمعة عيوني قيلها خافة سولف لي شو وجهة شين خطف لوني جات لي وجات لها البتي هالعدوان يردوني ولابد ما تشوفين على الغابرة مقطعين يا زينب لا تنوحين وعاني تشعل يتام النار لو شبك بلو مخيم يا أختي يا أختي ومصر على أكبر عيونك لازم تشوفها 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 ويما مقطعها تشوفها ويما رأي توجودها وعاني بسهم ممرودة باطل حالي على زنودة لا شفتيهن بكترة وجسمه بالثرة مخذم بعد عندك وصية بعد أخذ أخذي هيا أهل المصيبة قال يا أختي وسهم المثلث يا أختي وسهم المثلث بدلالي تشوفين وعبدالله على صدري بدمنح رايطة وقون ويلي ولا شفتي الشمر يمي بعد ولا تحاجين ولا شفتي الشمر يمي بعد أولاد حاجين ليش يا أبا عبد الله قال ترى يقطع بنحري ويتربع على صدري يا زينب عيني وصبري لمن يحكم الباري هو بحالنا يا أخبار يا زينب يا أختي الشمر بالميدان وليت شوم يوليني يوليني يتربع على صدري يا أختي ولا يراعيني وطلي بشربة ميا ويحيا الرجس يسقيني يا أختي واندب حطشا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة